الله الله بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة السابعة والخمسين بعد المائة السابعة نتناول آيات من سورة النساء الله سبحانه وتعالى يهذب أخلاقنا في سورة النساء الذي يحب ربنا يسمع كلامه الذي يحب ربنا ليسقط يرى القرآن الذي يحب ربنا يرى وينفس ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتام أموالهم إياك أن تأكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيأصلون سعيرا وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنهم كان حوبا كبيرا هذا كان ظلم اوعى أموال اليتام وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنا وثلاثة وربعة وآية التعدد وهذا شرف القرآن القرآن لا يدعو للتعدد لمجرد التعدد إنما عندما ذكر التعدد ذكره لإقامة مجتمع فاضل عندما ذكر الله التعدد في سورة النساء ذكره لكي يقيم بيوتا على الخير لكي يرب اليتامة فلا ينحرفون ولا يقدم للمجتمع مجرمين ولا لصوص ولا بنات هوى وبنات ليل لا 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 وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنا وثلاثة وربعة الست اللي مات جوزها وهي بنت صغيرة عندها عشرين تلاتين سنة تتجوز لسه قدامها عشرين سنة لكن اللي بيتجوزها ده بيتجوزها بنيته من رب اليتامة لكن أنا شفت شباب والله شفت شباب رايح عشان يتجوز واحدة معها طفلة يقول لها قد الطفلة لولدتك أو لختك وتعالي نستمتع بحياتنا إذن الزوجة جميلة عجبته لكن هو مش بيتجوز عشان يرب اليتامة فحتى لو كانت الزوجة عندها ولد أو بنت أو عندها اطفال صغيرين تتخلص منهم تقتلهم توديهم ملجأ يتامة ده همش بيتجوز بقى زي ما ربنا قال وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنا وثلاثة وربعة ليه عشان تربوا اليتامة عشان اليتيم يجد أسرة حقيقية يجد أب بدل الأب اللي مات أو أم ترضى أو زوجة ترضى أنها تربي أطفال يتامة بدل الأم اللي ماتت لأن الأطفال دول لو تخلصنا منهم ودناهم ملجأ يتامة أو سبناهم في الشوارع أو ضربناهم فهربوا أو قسونا على اليتامة فتركوا البيوت حيملأوا الشوارع هيملأوا البارات والخمارات الإسلام يهذب الناس فجاءت آية التعدد إما أن تتزوج هذه الأرمالة الجميلة الصغيرة فتربي أولادها هذه النية مش تتخلص من أولادها مش ترمي أولادها لا أنت متجوزة عشان تشيل دول وتدخل بهم الجنة من ربى ثلاث بنات حتى تزوجن كنا لو عدقة من النار ولاده 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 يتامة أي بنات تلب بنات فواحد سأل وإن كانت أسنتان قال وإن كانت أسنتان اللي رب بنتين ويحسن تربيتهم حتى يتزوجن كنا لو عدقة من النار فقام رجل وقال وإن كانت واحدة قال وإن كانت واحدة من ربى بنتا ورباها وأحسن تربيتها اللي وجه الله حتى تزوجت كانت لو عدقة من النار عندنا شباب طالع عاوز اللي معاه عيل وعيلين ترميهم توديهم ملجأ تديهم لماه احنا عزين يعيش شبابنا ده إذا كانت الأرمالة صغيرة في السن في العشرينات مثلا طب افرض الأرمالة كبيرة بقى فوق الأربعينات وبعد الخمسة واربعين ما فيه شهوة طب يبقى عندها أولاد بنات في سن الجواز أنا أتجوز بنت يتيمة أتجوز بنت يتيمة عشان أرعى أخوتها وأمها دينيا ده لو بتحب ربنا لكن احنا ناخد البنت اليتيمة الجميلة دي ونسيب أهلها يتحرقوا طب ليه ما تخليك راجل العيلة ما تخليك راجل العيلة وتدخل بهم الجنة طيب دلوقتي يقول لي بقى ملك اليمين طب أنا ممكن أنا أعتبر اليتمى دول ملك اليمين وربيه مصرف عليهم ويبقى ليه الحق بقى في المعاشرة طبعا كلام ده ما يرضيش ربنا يعني فيه ناس كده زي واحدة تقول له واحد أنا وهبتلك نفسي كده من غير مهر من غير جواز من غير شهود من غير أي حاجة وهبتلك نفسي كده يعني مين شاهد علينا ربنا زوجتك نفسي مين شاهد علينا ربنا ده زينة لا زواج إلا بولي ومهر وشاهدي عدل لا فيش جواز غير بكده ومن أركان الزواج الولي والمهر والشهود والإعلان والدنيا كلها تعرف ماينفعش أدخل على واحدة سرا وأخرج أدخل على واحدة سرا وأدخل ده إيه ده مراتي مراتك ما تقول للناس إنها مراتك ما عنديناش حاجة اسمها ملكي وما عنديناش واحدة تقول له واحد أنا وهبتك نفسي وما عنديناش واحدة تقول له ربنا شاهد على جوازنا وأنا جوزتك ما مرضتش كل الهاقص ده ما نفعناش عندنا الجواز يعني جواز علي nostalgia الفرق بين الزواج والزنة أن الزواج علني والزنة سري بس ولو إن واحد خرج بواحدة للناس أقول هذي زوجتي على كتاب الله وسنة رسولي وهذه قائمة زواجي ودلقائمة بتاعتي أو القسيمة أنت إنسان عظيم حميت نفسك من القتل وحميت العرض وحميت الشرف فالمرأة التي تزوج نفسها زانية لازم نحفظ بناتنا كده لازم بناتنا تحفظ كده المرأة التي تزوج نفسها زانية تبقى إنسانة غالية جدا وحاسة إنها نفسها حقيرة وحاسة إنها قبيحة تروح ترمي نفسها لأي حد وبعد كده عشان تحس ليه اصبر شوي من تعفف عن شيء في الحرام أبداله الله خيرا منه في الحلال اصبر شئيه دعي ربنا طول السجود كم آلاف من البنات والشباب عايزين يجوزوا كم آلاف مين يضمن لهم هذي زوج ربنا أنت ممكن تستعجل فتوعة تطب التندم بيت عمرك زي واحد يقول للشاب أنت هتربط نفسك بالجواز ليه أنت عاوز تتمتع بمرأة ميت جنيه في الليلة تتمتع أحلى متعة وميت جنيه هنا وميت جنيه الليلة دي وميت جنيه الليلة الجاية وبعد كده يبقى عندي سيلان وزهري وإيدز وأموت بدري 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 ما هو أنت زي ما هتاخد متعة تاخد مرض واللي تسلم نفسها لإنسان بتسلم نفسها للتاني والتالت إنما الزواج يعني امرأة واحدة واحد بقى من الفلاسفة بتوع العصرنا بيقولوله ما تجوزتش ليه انت راجل كبير كده لهم الزواج يعني امرأة واحدة لكن أنا ما بحبش امرأة واحدة أنا لازم يبقى كولي ليه لأمرأة يرضي ربنا اهل تيجي منين البنين ويجي منين الحافة ده ويجي منين عز الولد وولد الولد تيجي منين الاسرة تيجي منين الأسرة عشان كده ربنا بيقول وقاته النساء صدقاتين نحلة يعني فريضة ادي المرأة ادي المرأة مهرها لو اتجوزت من غير مهر انت زاني أيما رجل تزوج امرأة وهو لا ينوي ان يدفع لها مهرا فهو زاني وأيما رجل اقذ من رجل مالا وهو لا ينوي ان يرده فهو لص واحد خدم واحد فلوس وهو مش ناوي يردها ده حرامي وربنا سبحانه وتعالى بقول وقاته النساء صدقاتين نحلة ادوا النساء مهرهم طب فيه ناس دايما يكتبوا مؤخر المهر مفيش مؤدم المؤدم ده الدهب يعني اي واحدة من جبلها غويشة من لوعها الشابكة هو ده مؤدم مهر هو ده المهر فالمهر يعني مهر يعني دهب سلسلة غويشة دبلة حاجة ديتالة دهب يعني فهتعدي قيمتها الجنيه دهب اكيد وقاته النساء صدقاتهن نحلة يعني دوم المهر فريضة فإن طبنا لكم وتنحلوهن هتلازم تدولها ولا يصح الزوج إلا لما تدي مهر طب واحد يقول انا معايش اي حاجة خالص منفعش عشان كده الرسول قال من استطاع منكم الباقة اي تكاليف الزوج والقدر عليه فليتزوج فربنا سبحانه وتعالى يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فاكلوه هنيئة مريئة ساعات انت تدي المرأة مهر أو تجيب لها دهب وبعدين تتزنق تتزنق تروح هي كريمة جدا تروح على غوائشها ودهبها ومهرها وتدولك يعني إذا حست المرأة من أن الرجل كريم من أن الرجل أصيل لا تبخل عليه بأي شيء بدهبها بمهرها بإرثها خلاص ده جوزها إنما يعني والعياذ بالله فيه إنسان كريم لا يقبل حاجة من زوجته وإن أخذ منها شيئا فهو دين علي مش أنا جبت لها دهب بعشرين ألف ولما زنات تخدت وفن المهر مفيش لا يا حبيبي انت خدت منها دهب بعشرين ألف خدت منها خمس غوائش لازم لما ربنا يوس عليك تجيب لها الخمس غوائش وتقول لها أي مبلغ هاخده منك دين علي خليك كريم مش إن أنا أخذ منها الدهب وخلاص منفعش عشان كده ربنا بقول وقاته النساء صدقات إن نحلة أي فريضة تدفع المهر فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فاكلوه هنيئة مريئة طب لأ إيما تيديك حاجة بطيب نفسه تاخد بس القضية كمان إنه بعض الناس متهيق له إيه إن الزوج اللي هيجاهز ويجيب شقة ويجيب مهر ويجيب عفش هو كده خلاص دفع المهر يعني أنا جبت الشقة ويجيبت العفش هو ده المهر لا مش ده المهر ده ده سكنك ده مسكنك إنما المهر المال اللي بيتحط في إيد المرأة واحد تاني يقول لي لا ده المهر فلوس الأب اللي رب بنته يعني أنا بدي له فلوس حق ما رباها كأني بشتريها منه لا يا حبيبي أنت ما بتشتريش جارية والمهر ليس من حق الأب وليس من حق الوصي الذي رب أبدا أبدا المهر ليس تمن شراء الزوجة لا المهر مال خالص حلال للمرأة فقط لأبوها لا لأبيها ولا لأخيها ولا لزوجها المهر حق خالص للمرأة لما استحيلها منها بس مش إننا نديها مهر النهاردة كبير وبعد كده أول ما تجوزها رح واخده منها وبيعه ده أنت كده حرامي أيما رجل تزوج امرأة وهو لا ينوي أن يؤدي لها مهرها فهو زان وأيما رجل استدان دينا استلب فلوس وهو لا ينوي ردها فهو لص حرامي إن شاء الله نلتقي في حلقة قديمة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته